انعكس عدوان حفتر على طرابل السلبن على بقية مناطق ليبيا بمزيد من اختزال مواقف المدن والمناطق في شخص خليفة حفتر ففي المنطقة الشرقية حسرت مساحات المشاركة في حل الأزمة وتطوراتها لصالح حفتر وأبنائه وإنهاء دور مكونات المنطقة الشرقية السياسية والاجتماعية وطموحها في وضع تصور لمستقبل البلاد وإخراجها من أزمتها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان أول المنتبهين لهذه المسألة ولم يتردد في توجيه النداءات لمكونات المنطقة الشرقية لفسح المجال أمام جهات أخرى لتمتيل صوت برقة المتعقل الداعي للسلام وتجنب الحلول المسلحة والدفع نحو بناء الدولة المدنية نداء الوفاق تلقفته في المنطقة الشرقية جهات عدة شكلت اللجنة التسئسية للهيئة البرقوية لتكون وعاء يجمع مكونات برقة بجميع أطيافها السياسية والاجتماعية والثقافية الهيئة البرقوية التي يرأس لجنة تأسيسها الشيخ عبد الحميد الكزة بما يملك من وجاهة اجتماعية بدأت تحركاتها بلقاء عدد من سفراء الدول الكبرى كما بدأت أيضا تبحث عن طرق يبرز بها صوت برقة الحقيقي الرافض لعسكرة الدولة وتصرفات حفتر الدافعة لاختلاف الحروب كما أنها ترى في حفتر السبب الأساسية في عرقلة الحلول السلمية بسبب جموحه للوصول إلى السلطة بقوة السلاح عدوان حفتر على العاصمة يرى بعض المراقبين أنه سوف يمثل أزمة متعددة الأوجه لحفتر في المنطقة الشرقية عبر الدفع بأبناء الإقليم في حرب تخدم مصالح حفتر وأبنائه فقط إلى حجم التكلفة البشرية والاجتماعية لهذه الحرب وهو ما قد يجعل من الهيئة البرقوية كياناً تحتاجه ليبيا في مرحلتها الصعبة هذه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر